A rescue plane traveling horizontally at 40 meter per second dropped a package which landed on the ground 200 meter in front of the point of release إذن لدينا طائرة إذن تطير أفقيا بسرعة 40 متر الثانية إذن سوف نعتبرها تتحرك إلى اليمين وترمي إذن حمولة تمام اللي هي حمولة إنقاذ لأنه هذه rescue plane طائرة إنقاذ وهذه الحمولة هذه إذن سقطت على مسافة أفقيا على مسافة 200 متر تمام بالمقارنة مع نقطة الرمي The point of release What is the height of the plane from the point of release to the ground إذن مطلوب علوة طائرة أو ارتفاع الطائرة إذن نفس التملين معالج في المحاضرة وهو عبارة عن حركة قذيفة بسرعة بدائية V0 أفقية وهي سرعة الطائرة والحمولة إذن سوف تأخذ هذا السرعة كسرعة بدائية لحركتها الحمولة هي القذيفة والطائرة إذن سوف تكمل حركتها على الـ X والمطلوب الارتفاع نقطة الرمي بالنسبة لنا سوف تكون النقطة origin O00 والنقطة الوصول سوف تكون النقطة A والمسافة هذه هي المتين متر المسافة الأفقية هذه هي المتين متر إذن the projectile is in free fall motion with V0 horizontal تيتا 0 يسوي السفر إذن إحداثيات لV0 وشو ما هما V0 على الـ X والسفر على الـ Y وV0 هي 40 متر بالثانية لتأخذها من الطائرة والانطلاقة إذن في اللحظة البدائية ننطلق من الـ origin إذن الـ vector R0 هو X0 Y0 0 0 0 2 والوصول فالنقطة A بالإحداثيات إذن XA YA الـ X بالطبع هو ميتين متر تمام والـ Y هو بما أنه هذا هو ارتفاع الطائرة والـ YJ تماما تحت الـ origin O بهذه المسافة هذه إذن سوف يساوي minus H والمطلوب هو H في التمرين الارتفاع H إذن ننطلق من المعادلة الأفقية الحركة الأفقية إذن X يساوي V0 X مضروب T زائد X0 وهو منعدم وV0 X هو V0 مضروب T تمام إذن نستخرج اللحظة النهائية اللحظة النهائية T هي X تقسيم V0 لهو 200 تقسيم 40 إذن أحسبه بالرغم من أنه قيمة وسط ولكن أحسبه لأنه 200 على 40 هو 5 ما فيش فواصل وبتالي ليس هناك احتمال في انتقال الأخطاء الحسابية تمام إذن 5 ثواني It is the arrival time أو اللحظة الوصول هذه اللحظة الوصول سوف أستعملها داخل معادلة الـ Y تمام إذن الـ Y النهائي هو minus H ويساوي نصف G T تربيع G بطب هو ناقص 9.80 تمام ومضروب T تربيع وسوف أستبدل T تربيع بـ 5 تربيع في الحساب وزائد V0YT V0Y بالطبع يساوي السفر وY0 أيضا يساوي السفر تمام إذن يبقى لي نص مضروب G لهو أنت سالب 9.8 مضروب T تربيع ويعطيني إذن سالب 120.5 يعني H يساوي هذا 120.5 متر